السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا لموضوع النافجيشن او الراوتينج طبعا احنا نعرف انه كل المشاريع اللي صنعناها سابقا كانت هي تعتمد على واجهة واحدة اكيد التطبيقات على ارض الواقع تتكون من اكثر من واجهة فكيف انه احنا التطبيق مالتنا نقدر نجد يدعم اكثر من واجهة ونعمل الراوتينج او اللي نسمي النافجيشن سيستم طيب مبدئيا احتاج من عندك تعمل مشروع وتفرغ كل الكومنتات وبالنهاية لحد السنتر هذا البدي فحتى نصنع واجهة جديدة شوف عندك طريقتين خلينا نشوف الطريقة الاولى الواجهة مثلا انا اريد اعمل واجهة ثانية الان هذا التطبيق انا من قلت له run اوكي اشتغل عندي اظهر عندي واجهة اكيد انا اريد اصوي اكثر من واجهة وهي الواجهات اقدر اتنقل بيناتهم فهاي فكرة النافجيشن طبعا صناعة الواجهات هي شنو هي عبارة عن كلاس تمام فأني مثلا اقدر اخذ هذا الكلاس اللي هو my home او مو هذا وانما هذا تمام لان الكلاسات بيها stateless widget فاخذ مثلا هذا شنو عندي كلاس my app اعمل لي بالاسفل اسفل 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 خارج كل شي اعمل paste واسوي لي كلاس جديد واسمي هذا مثلا second page تمام واجي اسمي هذا ايضا اسفل خارج كل جديد واجهتين بس اكيد هذه الواجهة ما رح تظهر لان انا بالنسبة لي بالمين اظهر فقط ال my app يعني هاي الواجهة فاني رح احتاج انه اتنقل الواجهة الثانية فحتى اتنقل الواجهة الثانية نيجي هنا شوف عدنا هذا الواجهة اللي هو يروح لل my page نقدر شنو نستعين بهذا الواجهة اوكي فناخذ هذا الواجهة مثلا هالجزئية ونيجي نبدله مع هذا الواجهة اوكي فهذا الجزئية نعمل لpaste حلو اند اهنا مثلا نقدر انه نغيره نسويها على سبيل المثال second page بهذه الصورة اهزين ونضع بداخل child نقدر نضع text او خلينا نعمل button مثلا هذا البوتون يرجعنا لل my page اذا هذا هو ال page الاول وهذا كله هو ال page الثاني يعني هذا مننا كامل لحد هنا هذا ال page الاول خلينا نقول الاولاني وعدنا جوه هذا ال page الثاني فبال page الاولاني شون انتقل لل page الثاني اجي مثلا هنا من ظن الوجهة اللي انا صانعها اجي اضع لي مثلا button هذا البوتون فكرته شون هو ينتقل للطرف الثاني فنسوينا child ونكتب هنا مثلا text button وفي هذا text button اش راح اقول له child عن طيلة text مثلا بهذه الصورة واجي هنا على سبيه مثال click او خلينا نقول go to second page هالشكل تمام زين بعدش احتاج احتاج on press لان هذا button تمام فاخلي الى الاقواس مالتا والاقواس المجموعة هنا انا من يضغط مفروض انه ينتقل وين لل second page صح؟ فاجي هنا انا شا سوي مثلا استخدم navigator احنا عندي class اسمه navigator بيها function اللي هو push push يعني ادفع هذا راح يدفع باتجاه شنو باتجاه هذا الكلاس فهنا الكنتكس ما غير بيه ايشي بس لكن عندي وين؟ عندي بالرoute جزئية الرoute اوكي فهذا خلي انزل لي جوا هالشكل هذا هم انزل لي جوا طبعا هذا function فاقوله فارزة هذا الرoute شو راح اسوي؟ راح اجي اضع مكانة material page route اوكي فيطلب من عندي شنو build الbuild هذا شي يكون context اوكي ينتقل يعني هذا راح ينتقل للطرف الثاني باستخدام الكنتكس اوكي فالعلاقات بينهم راح تكون context هالشكل طبعا قوسين بداخله شنو؟ الكنتكس تمام فهذا راح يحتوي هاي الجزئية اوكي فعن طريق الكنتكس راح ينتقل للكنتكس الثاني حتى يرسم لنا شنو هذا الوجد فاذا هنانا بالكنتكس شا قول له بس يبقى انه اقول له يؤدي الى second page زين؟ بي هذه الصورة second page فارزة منقطة بس طبعا كون انه هنا عندك conistant الconstructor مالتا زين؟ فمادام انت جايدة تستدعي الconstructor مالتا قلنا القوسين شنو هما الconstructor فيحبذ انه تقول لك conist تمام؟ لانه اصلا conistant ماشي؟ طبعا هذا مو فارزة منقطة هذا فارزة فاذا بهذه الصورة انتقل للواجهة الثانية طيب لما اكون انا بالواجهة الثانية ما راح اقدر ارجع اوكي يسوي لي الباك مثلا ورح يسوي الباك بوتون خلينا نجرب هذا اذا اذا نجي هنا المفروض انه يظهر عندي شنو ال go to second page اللي هو هذا البوتون فاذا ضغطت عليه شوف لاحظ ظهر لي ال second page مكتوب هنا second page صح؟ second page طيب وين الرجوع شوف هنا صار عندك شنو السهم اوتوماتيكيا اوتوماتيكيا البوش رح يبني شنو البوتون مع الرجوع على ال class math navigation فمن اضغط عليه يرجع لي للصفحة الاولى اضغط عليه يجي على الصفحة الثانية اضغط عليه يرجع للصفحة الاولى وهكذا طبعا عدنا آلية اخرى للرجوع هنا مثلا خلينا نسوي لتشايلد خلينا نستغل من text button نفتح الاقواس مالتا خلنا اخذ ليش نقعد نكتب هذا هاي جزئية كلها نضيفها بال text button هالشكل اوكي زين هذا go back مثلا go back هذا رح يرجع اوكي طبعا نقدر نكتب هنا هنا conest بهذه الصورة زين اكو عدنا الرجوع نقدر نستخدمه هذا push ذاكا رح يكون شنو pop فهنا هذا كله هاي الجزئية اللي هو مال منه مات ال push رح نجي نقول لها pop pop في داخلة يكون context بس هذه الآلية هو يرجع المن يرجع للصفحة اللي قبلها او خلينا نقول يرجع للصفحة اللي اجا من عدها هذا هي فكرة ال pop يرجع للصفحة اللي اجا من عدها هو منين اجا من صفحة واحد اذا النافذة الثانية رح يرجع للصفحة واحد اذا نجير نستضم اياه شنو navigator pop فخليني شغل هنا ونشوف اوكي اذا قلنا ل go to second page عدنا شنو button شوف مننا تجار ترجع يعني هذا ما حاجة الا اوكي لان هو اوتوماتيكي يرسم لك هاي بس يعني في اوقات مثلا ان نحتاج انه نرجع فنقول له شنو نقول له go to bag رجعني شنو للصفحة الاولى شوفها هشكل ارجع هشكل ارجع للصفحة الاولى اروح وارجع للصفحة الاولى جميل في عدنا ايضا ال named route ال named route انه ننطيل اسم ال class ننطيل اسم يعني شلون يعني مثلا اجي او خلي نقول قبل نروح لل named route هذا ال class الثاني اقدر اصنع لواجهة نعم اجي هنا اجي مثلا اقول لل new و dart file خلي نقول هنا second underscore page هالشكل فاقدر انقل هذا ال class لان اعرف انه اقدر انقل هذا ال class الجزئية هذا كله cut انقله للطرف الثاني best طبعا هنا stateless رح يشتكي ليش لان اريد مكتبة شنو المaterial فاضغط عليه that's it صار عندي كل شي تمام فاجي على المين احنا احنا قلنا هاي جزئية منقدر نفصلهم زين فخلي نجي نفصل هاي جزئية ميضا نجي هنا مثلا نقول dart file ونسمي شنو my app بيضا الصورة زين ونجي ناخذ جزئية my app زين نضع هاوين احنا تمام فيجي يشتكي شن سوي ل import material زين الhome الhome مثلا هذا الجزئية اقدر ايضا اخذها cut وجهنانة مثلا اصنع لي واجهة جيدة اسميها شنو home وزي اسمي ل paste فهذه الجزئية ايضا رح يحتاج لها material جابها يبقى عندي شنو يبقى عندي second page بالhome ايضا اضغط هنا اقول لا import second page يختفي ال error مالتا اجي على المين المين يريد الapp my app اجي هنا اقول شنو import من المي اعجي اجي على المي اعجي يريد ال my home اللي هو home page اجي اقول لا import that's it فخلينا شغل التطبيق ماتنا من جديد نلاحظ انه تمام فانيقول go to second page go to back go to second page go to back حالو حياة جميلة هذا نغلق my app خلينا بقي ال home وال second page اوكي تجرب طبعا انت سويك يعني ويا نفسك سوي تجارب يعني مثلا سوي third page سوي صفحة ثاثة شوف جارب ويا نفسك وراح يصير عندك مثلا بالhome رح يصير عندك ثم بوتون واحد يروح للواجهة الثانية والاخير يروح للواجهة الثاثة مثلا او سوي لك اربع صفحات على سبيل المثال ويرجعون باقي يساول فعدنا named route named route شنو هو انه انت تيجي على المين نفسه وهنا بالمين اتعرف شنو عندك هنا هذي بدل انه يكون run my app هنا رح يشغل لك ال my app رح تعمل شنو رح تعمل واجهات يعني مثلا خلي نقول هنا run هنا مودة نقول constant run app هذا الجزئية خلي اشيلها اوكي فاشا اقول اهنا material app زين وهنا اضع فارزة وافتحها بالmaterial app عندي شنو عندي title اوكي فهنان انت عندك شنو سوري هنا عندك ال my app اللي هي بها جزئية return material وكذا كذا بشغلات اقدر انه اني شا سوي مثلا هذا كله مو return material app اللي موجد بالmy app اقدر كله اخذها اخليها بالmain هنا مو برن اضعها هنا مثلا اوكي فهذا رح يرجع لي طبعا ال return هنا بعد ما احتاجه فهذا رح رح رجع لي material app هنا المعلومات مالتا تمام theme مالتا مثلا لون ازرق اللون ازرق على هذا اللون اللي ازرق هنا زين والhome مالتا شنو رح يكون رح يكون هنا انت عندك my home لا رح يكون مثلا الhome نفس اوكي الhome نفس يعني على سبيل مثال my home page هنا my home page اللي كله طبعا هذا رح يحتاج شنو تسوي import للhome هذا من package مالتا تسوي لhome زين فعندك شنو بعد عندك هنا اي تين كاذا الفارز ما نحتاجه نحتاج فارز اعتيادية يعني مو فارز منقطة خلني نجي نعمل هنا run ونشوف انه شغال ولا لا شو داي يسوي synchronized توقف التطبيق شوف أنا وقفت التطبيق وتعيد تشغيل حتى تضمن انه كل شي تمام شوف عندي go to second page هذا go to back ورجع للhome زين انت رح تسألني هاي طريقة انا سويت شا استفاد من عند بعد ما تحتاج الى شنو الى app اوكي يعني هذا حرفيا بعد ما تحتاج فاقدر my app احذف اقول اهنا where is delete يقول لك هنا عندك one usage الى view usage يشوف مثلا هو وين استخدم تمام يقول لك هنا انا استخدم بالmy app وين بالmain اوكي فتقدر تقول شنو تقول delete عادي دوري فاكتور زين فصار عندي شنو هنا بالmain مثلا عندي هذا package بعد ما احذف عادي جدا شوف صار عندي main صار عندي home صار صار عندي هذا home خاص بالhome صار عندي second home هذا خاص بالsecond home وصار عندي شنو صار عندي main main ديروح رأسا على my home فاول تطبيق او اول class او my home اذا اريد اخلي المين يشتغل على second page فاني احتاج انه اقول second page ورح يشتغل بالhome احنا بالhome اقول شنو second page وانطيل الاقواص مالتا هالصورة طبعا هنا رح يطلب عندك انه تعمل import للsecond page فاذا شغلت مثلا المفروض انه ما يطلع لي هاي home مالتا مالتا ثان مالتا 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 لان لازم تجي من صفحة وبعدين يرجع لذلك ما يقدر يرجع يرجع الوين مثلا هو ما يعرف منين اجه حتى يرجع المهم ففكرة انه الhome هاي اللي موجده في المتريل اب اوكي بداخل صفحة المين انه تخصص هنا الصفحة اللي تريد تكون هي الصفحة الرئيسية زين اللي تريد تكون صفحة رئيسية فخلينا نرجع للhome home page وهي تكون second page مثلا هذا home page فمفروض انه هذا يشتغل عدنا شوف لاحظ الان من اقول go to second go to back يرجع للصفحة فهذا الشكل خليت بالمي الصفحة مالتا اشتغل